السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حكم من يقول هناك متبرجة أفضل من المحجبة بعض الناس ممكن يقول هذا الكلام لكن احنا عشان نجيب على هذه المسألة بنقول بكل بساطة وبكل إنصاف احنا عمرنا ما بنظن أبدا أن كل متبرجة سيئة عمرنا ما نقضي نقول الكلام ده ما قدرش أقول أن أي بنت متبرجة أو أي فتاة أو أي امرأة متبرجة هي إنسانة سيئة بل هناك نساء وفتيات متبرجات وهنا من أكثر الناس أدبا وتواضعا وخلقا وسلوكا ومعاملة وعبادة لكن ينقصها الحجاب خبالك والحجاب ليس أمرا هامشيا بل هو فرض على كل فتاة المسلمة وعلى كل امرأة المسلمة يا بام كده طيب ما للكلمة اللي تقالت دي اللي بعض الناس بيقوله فيه متبرجة أفضل من المحجبة عايز أقوله إيه المخصوط بالكلمة دي هل المخصوط أن أنت ترفع الروح المعنوية للبنت المتبرجة ولا تكسر الروح المعنوية لكل بنت محجبة عايز أقولي يا حبيبي من باب الإنصاف في هذه المسألة أن كل مجال في الدنيا سواء في الطب في الهندسة في التدريس في الدعوة في أي مجال فيه الحلو وفيه الوحش بمعنى أنه ممكن تلاقي بنت متبرجة من خيرة الناس ما شاء الله في الأدب والتواضع ولا تسمح لأي ولد من يكلمها ولا يلمسها ولا يقول لها أي حاجة ولا ياخد رقم تليفونها ولا أي حاجة ومؤدبة ومتصدقة وعابدة وزاهدة ولكن ينقصها الحجاب وكما قلت هو فريضة على كل فتاة مسلمة وعلى كل امرأة مسلمة طيب وفي المقابل مش كل واحدة محجبة إنسانة صالحة بل أكثر المحجبات صالحات والبنات ما شاء الله أدب وتواضع وخلق ودين وزهد وكل حاجة لكن برضو قد تجد في وسط المحجبات بعض البنات اللي ما عندهمش يعني التزام أو غير ذلك أو عندهم ضعف في الالتزام لكن يكفيها أنها لما لبست الحجاب حجبت فتنتها عن شباب المسلمين فبنقول لها جزاك الله خيرا حتى لو كانت محجبة والتزامها ضعيف شوية بنقول لها ربنا يجزيك عننا كل خير أن أنت حجبت فتنتك عن شباب المسلمين وعلى الوجه الآخر بنقول لكل فتاة متبرجة وإحنا من جوانا ما بنظنش بيك سوء بل بندعو لك من قلوبنا بل من أعماق القلب أن ربنا سبحانه تعالى يكريمك ويمنه عليك بنعمة الحجاب عسى أن تكوني في صحبة أمهات المؤمنين في الجنة يوم القيامة وهذا هو الإنصاف في تلك المسألة وكان التزامها ضعيف فيكفيها أنها حجبت فتنتها عن شباب المسلمين وبندعو لكل بنت متبرجة أن ربنا يمنع عليها بالحجاب وأنها تكون في الجنة مع أمهات المؤمنين وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته